لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة التوحيد عند ابن حجر في حلقة النهاردة هعمل تلخيص لأربع حلقات التوحيد اللي أثبتنا فيهم إن التوحيد عند الأشعارة هو الإلحاد في حلقة رقم 71 وكانت بعنوان توحيد ابن حجر يخالف ويختلف عن توحيد المرسلين اتكلمنا في الحلقة دي إن التوحيد عند الأشعارة تأويل صفات الرب والإلحاد فيها وإن التوحيد عند الأشعارة ليس هو توحيد المسلمين ولا اللي جاء بالمرسلين وشوفنا المعادلة اللي احنا نشوفها على الشاشة الإيمان بالله بينكو سين رجاء زائد أفعل الله بينكو سين الجبرية القدرية زائد صفات الله بينكو سين الجهمية وده بيساوي الإلحاد بيساوي التوحيد بيساوي الإلحاد يعني التوحيد بيساوي الإلحاد عند ابن حجر وابن تيمية قال والأشعارية الأغلب عليهم إنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر وأما في الصفات فليسوا جهمية محتة بل فيهم نوع من أتجاههم مثلا عقيدة الأشعارة خليت من عقائد اللي هي بتساوي المرجعة زائد الجبريل زائد الجهمية وابن حجر قال قال ابن بطل وأسمى الله تعالى على سلاسة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله والثاني يرجع إلى صفة قائمة به كالحي والثالث يرجع إلى فعله كالخلق يبقى زائد زائد صفات زائد أفعال بساوي التوحيد وأول حاجة الإيمان بذات الله في المعادلة ابن حجر قال التوحيد مصدر وحدة يوحد ومعنى وحدة الله اعتقدته وانفردا بذاته وصفاته لا نظيرة له ولا شبيه والإيمان بذات الله كده فيه إرجاء لأن الإيمان بيكون بالقول والتصديق فقط وبدون أعمال عند ابن حجر والشيخ البراك رد على ابن حجر وقال تفسير التوحيد اللي ذكروا الحافظ لم يتعرض فيه التوحيد العبادة الذي هو مقصود الأعظم من شهادة لا إله إلا الله وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم وفي حلقة رقم 72 كانت بعنوان الله خالق غير معبود عن ابن حجر في الحلقة دي وصلنا كلامنا عن الإرجاء في الإيمان وخلينا نشوف مع بعض الشيخ عبد الرحمن الحجي هيقول لنا إيه المؤمنين عنده من منعرف الله في قلبه ولو لم يقول كلمة التوحيد ولو لم يعمل خيرا قط ولو أشرك بالله إذا أثبت قادر على الاختراع وين هذولا؟ وين نحن ويام؟ وتقول والله هم معنى من أهل السنة وقال ابن تيمية أيضا وبهذا وغير يتبين فساد قول جهم ومن اتبعه في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه على هذا وأصحابه بحنيفة وما تريد كلهم جعلوا مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد كلهم هو حقيقة الإيمان أول وآخر شيء في القلب يتساوى فيه المؤمن الكافر الله عز وجل قال عن كفار جحدوا به وستيقنته أنفسه قال الشيخ برطين ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق قال وكيع الجهمية تقول المعرفة في القلب بما جاء من عند الله يجزي عن القول والعمل وهذا كفر يقوله وكيع وغيرهم طيب هذا المسألة الثانية واضح مذهبهم في الإيمان أنه مذهب جهم يقول الآن ابن عبدالوهاب عن ابن حجر العسقلاني يقول ينقل عن البخاري إجماع السلف على تعريف الإيمان الصحيح ثم يذكر في الحاشية كلام الأشاعرة ثم يرجح يعني ما تقوله الله جاهل ولا متأول ينقل الإجماع لأن ابن عبدالوهاب حرش شوي شديد ما عنده لف ودوران وبربسة لا الكلام قدام واضح اللي قدامه كلام واضح قال ابن حجر العسقلاني في كتابه في فتح الباري ينقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل ثم يجي في الشرح في فتح الباري ويقول ولكن أصحابنا المتكلمين يقولوا أنه معرفة وهذا هو الراجح يعني مو بعن جهل نقرأ كلامنا طيب هذا المسألة الثالثة وإحنا بعد ما شفنا الشيخ عبدالرحمن هنشوف برضو المعادلة مرة تاني الإيمان بالله بتساوي بين كسين الإرجاء زائد أفعل الله بين كسين الجابريا والقدريا زائد صفة الله بين كسين الجهمية بيساوي التوحيد بيساوي الإلحاد عند ابن حجر والأشعارة وابن حجر قال إن الإيمان عند المعتزلة هو العمل والنطق واعتقاد والفارق بينهما بين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله وطبعا ابن حجر يقصد بالسلف اللي هما الأشعارة والشيخ البراق رد على ابن حجر وقال ولا أعلم أحد من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرطا أو ليس شرطا لصحة الإيمان أو كماله إنما المأسور المشهور عنهم قولهم الإيمان قوله عمل أو قوله عمل ونائه وبكده العبادة عند ابن حجر اللي هو بيعتبرها شرطا في كمال التوحيد مع عدم الإشراك اعتقادا هي عبارة عن الأعمال الصالحة زي الصلاة والصوم إلى آخر تلك العبادات وبكده ابن حجر أخرج العبادة من التوحيد ومنها شفنا أن ابن حجر مرجع في التوحيد ومرجع في الإيمان وخطورت الموضوع ده إن الإرجاء قدى الأهمال توحيد الألوهية لأن الإله لابد أن يكون المعبوض فمفهوم التوحيد عند أهل الكلام هو نفي صفات بدعوة تشبيه وغالب تعريفات أهل الكلام لا تتعرض لتوحيد العبادة ولا تعرج عليه وبخصة الأشعار فهم مرجع في التوحيد كما أنهم مرجع في الإيمان وفي حلقة رقم 73 وكانت بعنوان ابن حجر يحرف معنى لا إله إلا الله ونفس المعادلة هنشوفها الإيمان بالله بين كسين إرجاء زاد أفعال الله بين كسين الجابرية والقدرية زاد صفات الله بين كسين الجهمية بيساوي التوحيد بيساوي الإلحاد وإحنا بعد ما أثبتنا أن الأشعارة وابن حجر مرجع في الإيمان شفنا ابن حجر تلقائيا بعد الإيمان بالله راح للجزء التاني من المعادلة وهي أفعال الله وقال ولأن نفي الألوهية في قول لا إله نفي المضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثبتا لذلك يعني ابن حجر يعني التوحيد عند ابن حجر هو أنه لا خالق إلا الله وده مش توحيد الألوهية ده توحيد ربوبية وعشان كده بنلاقي أن ابن تايمية بيقول وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية وهو اعتقاد أن الله وحد وخلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أحل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد للأخر الكلام والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق لابد ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق وهنا بيأكد ابن تايمية أن توحيد الألوهية أن الله المعبود الذي يستحق لابد ومش تقول توحيد الألوهية أنه قادر على الاختراعية دي ابن حجر لما بيقول لا إله مفيش إله يقدر يخلق ولا يرزق ولا يعاقب إلا الله كده بيوافق كلام المشركين فالتوحيد الذي قرره القرآن هو توحيد لابد وده اللي أنكره المشركين وشفنا أنه مفيش فرق بين المشركين والأشعارة في معنى التوحيد فالأشعارة وابن حجر حرفوا في معنى التوحيد وفي حلقة رقم 74 وكانت بعنوان الله أضل إبليس واستمرنا نتكلم عن الجزء الثاني من المعادلة وهي أفعال الله وركزنا على القدرية والجبرية وشفنا أن الأشعارة بيقولوا بالكسب وابن حجر قال أن الله هو اللي بيد القدرة على فعل الأشياء ومنها العبادة والصلاة العبادة زي الصلاة والصوم وغيره طبعاً ويعني ابن حجر بينفي أن عبادة كل البشر أفعالهم حقيقةً بما فيهم الأنبياء وشفنا فتح الباري قال قوله تعالى يعني أأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها النفس ليدل بذلك على أن المؤثر فيها قد صارت موجودة بعد العدم هو خلقه وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراده فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة ومن العبادة كسبة على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الرب الخلق والرزق والإماتة والإحياء هذه الأفعال أو هذه أفعال الله فأنت توحد الله بأفعاله هو توحيد الله بأفعاله توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله يعني ابن حجر بين في إن عبادة كل البشر أفعالهم حقيقةً والكلام ده بينطبق حتى على الأنبياء وعلى رسول الإسلام وبرضه الصحابة وبيقول ان توحيد الالهية اللي كانوا مؤمنين بي عبارة عن كسب يعني لم تكن عبادة بقدرتهم وبرضه مش بقرادتهم طيب لو طبقنا الكلام ده على ابليس يبقى برضه انه عاصى الله لانه مجبور وبكده وبرضه بكده ساوى بين ابليس والانبياء في انهم كلهم مجبورين في الحلقة رقم 75 وكانت بعنوانا الله فاعل مع وقف التنفيذ عند ابن حجر اتكلمنا عن ثالث نقطة في المعادلة وهي صفة الله وخلينا نشوف الشيخ عبد الرحمن الحجي هيأكد لنا ان التوحيد عند الاشعارة هو الحد عندنا باب واحد هذا من المكفرات التوحيد اللي جاءت بالرسل اللي يعرفونه والكلام فيه كثير واضح من اول الامر الاخر يقول ابن عبد الوهاب والمتكلمون ممن يدعي الاسلام اظلهم الله عن معرفة الاله الاشعاري ومن تبعه يقولون هو القادر ويقولون الالوهية هي القدرة هذا كلام ابن عبد الوهاب فاذا قررنا بذلك فمعنى قول لا اله الا الله هو لا قادر الا الله وهذا يثبت ابو جهل فارغ منه ابو جهل ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا ان التوحيد لا يتأثى الا بنفي الصفات فنفوها وسموا من اثبت الصفات مجسما عندهم الرب عدم قال ورد عليهم اهل السنة بادلة كثيرة والكلام فيهم كثير جدا خاصة في مسألة توحيد نفسي اللي يتهمنا الان هنا قال ابن بدران في المدخل لمذهب احمد اذا رأيت كتب الذين يجعمون انهم اشاعره رأيتهم على مذهب رسطو طاليس على مذهب فلاسفة اليونان ومن تبعه كبن سينة والفرابي ورأيت كتبهم عنوانها علم التوحيد وباطنها النوع المسمى بالالهيات عند الفلاسف وبعد ما سمعنا الشيخ خلينا نرجع للمعادلة بتاعتنا مرة كمان الايمان بالله بن كسين الارجاء زائد افعال الله بن كسين الجابرية والقدرية زائد صفات الله بن كسين الجهمية بتساوي التوحيد بتساوي الالحد وشوفنا ابن حجر قال اما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل وطبعا هو بيقصد باهل السنة انهم الاشعارة نفي التشبيه يعني قالوا ان الله ما عندوش يد علشان ينفو التشبيه عن الله وعطلوا صفات الله وكده ده التوحيد عنده وقال كمان والتالت يرجع الى فعله كالخالق وطريق اثبتها السنة والفرق بين صفات الزيت وصفات الفعل ان صفات الزيت قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة وجود المفعول بارادته جل وعلا يعني الله خالق دي اثبتوها ولكن فعل الخلق ثابت له بالقدرة فعل الخلق والرزق معناه قدرة الله على الخلق والرزق والسبب زي ما بيقول الشيخ البراق عندهم انه تعالى لا يقوم به ما تتعلق بمشته وابن حجر قال التوحيد الحقيقي هو ان لا فعل الا الله وابن حجر بينفي تماما اي صفة فعلية والتناقض ان ابن حجر بيقول لا بيقول لا فعل الا الله يعني بينفي اي صفة فعلية لله لانه قال ان صفات الفعل قائمة له بالقدرة وان صفات الفعل غير قائمة بذات الله يعني الله لا يفعل الفعل حقيقة وزي ما بيقول الشيخ البراق والحقيقة انهم لا يسبتون الصفات الفعلية لله تعالى لابن حجر فرق بين صفات الزات وصفات الفعل وقال ان صفات الزات قائمة به وصفات الفعل غير قائمة به وبكده بينفي الصفات الفعلية واحنا اخدنا مثال قبل كده ان الله هو القادر على الخلق ولكن لا يثبت فعل الخلق لله ولا يثبت ان الله يخلق حقيقة الله متكلم ولكن بينفي ان الله يتكلم حقيقة وبيكون التوحيد عنده هو لا فاعل الا الله طبعا بينفي ان الله بيفعل حقيقة وبكده بيكون جاهمي في الصفات وجاهمي في توحيد الالهية وبكده اثبتنا الامان بالله بين قسين الارجاء زائد افعل الله بين قسين الجبرية والقدرية زائد صفات الله بين قسين الجاهمية وده بيساوي التوحيد عند ابن حجر او الاشعرة بيساوي الالحد بيساوي الاله المجازي بيساوي الله مش موجود بيساوي العدم والتقي بيكم في الحلقة القادمة مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعومة بين عقل المسا